موليد الفين يعني عندهم عشرين سنة هم دول مستقبل كرة اليد في نادي الاهل كسبوا الكأس من يومين بقيادة الكابتن صابر حسين وبالمناسبة الكابتن صابر حسين هو ضيفي في حلقة النهاردة احنا ضيف ضيوفنا بيبقوا ابطال وكابتن صابر حسين بهذا الجيل خد كأس مصر وبرزوزية الدوري حقيقة عمل انجاز كويس في ظروف صعبة وموسم استثنائي طبعا دي لقطات من الفريق او صور للفريق طبعا كان الشوط الاولاني خلال 16-14 كسبنا الزمالك 30-25 طبعا الفرق واضح وكانت بطولة مهمة وبطولة لها دلالات كتير اولها مستقبل كرة اليد في النادي الاهل هذا الجيل هو كمان 3-4 سنين هنلاقي ولاده هم اللي شهرين الفريق الاول الف موروك كابتن صابر ولينا كلام كتير في الخبر ده مش توقف عليه كتير لان لينا كلام كتير جدا هنكون مع كابتن صابر على مستقبل كرة اليد في النادي الاهل خلينا نقول في كرة اليد سيدان